اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي صالح البلدين والشعبين الصديقين وتوسيع افاق التعاون في المجالات كافة وخصوصا في القطاعات البيئية والاقتصادية والاستثمارية وأشاد جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بالدور الكبير الذي يلعبه فخامة الرئيس الهنغري في دعم قضايا الاستدامة وأكدا جلالته أن العالم بحاجة ماسة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى اتخاذ خطوات فعالة في معالجة التغير السريع في المناخ وكذلك في إدارة التحدي الذي يواجهه العالم في موضوع المياه وأهنأ جلالته فخامة الرئيس أيدير على تعيينه في الفريق الرفيع المستوى المعني بالمياه التابع للأمم المتحدة مشيدا بجهود الرئيس المؤثرة في المحافظة على موضوع التغير المناخي على رأس جدول الأعمال في المحافل الإقليمية والدولية وأنوها جلالة الملك المفدى خلال اللقاء بما اتخذته مملكة البحرين من خطوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة أهمها إدراج 78% من هذه الأهداف في برنامج عمل الحكومة بهدف تحقيق متطلبات التنمية المستدامة مشيرا إلى الدور الكبير الذي يقوم به المجلس الأعلى للبيئة وهو الهيئة الرئيسية المكلفة بإدارة قضايا تغيير المناخ وكذلك اللجنة الوطنية المشتركة لتغير المناخ التي تناقش وتتخذ القرارات بشأن جميع الأنشطة والمشاريع والبرامج المتعلقة بتغير المناخ في البحرين كما أن مملكة البحرين من الدول التي وقعت وصادقت على اتفاق باريس لتغير المناخ وقدمت مبادراتها للتكيف والتخفيف من ظاهرة تغيير المناخ إلى سكرتارية الاتفاقية ودعا جلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس الهنغاري إلى عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة في أقرب وقت ممكن تفعيلا لمذكرة التفاهم في مجال التعاون الاقتصادي والفني الموقع بين البلدين وإلى مزيد من التشاور والتنسيق بين الجهات المختصة في البلدين للاستفادة من تجاربهم الناجحة في مختلف المجالات وخصوصا في مجالات التنمية المستدامة والسياسات المتبعة لضمان التوازن والتكامل بين التزامات تغير المناخ والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للتنمية المستدامة وتعزيز السياسات البيئية بما يسهم في الحد من تغيير المناخ وغيرها من المجالات حضر اللقاء سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لحضرة صاحب الجلالة للأعمال الخيرية وشؤون الشباب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة وزير الديوان الملكي معالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير المتابعة بالديوان الملكي سعادة السيد عبدالله عبداللطيف سفير مملكة البحرين لدى جمهورية هنغاريا